السلام عليكم معكم إبراهيم الوادعي وصلني الكثير من الأسئلة عن أداء آيباد إير 3 في لعبة بوب جي وفي هذه الحلقة راح نشوف هل يقدر آيباد إير 3 تشغيل لعبة بوب جي على أقوى عدادات بدون تعليق أو حرارة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو لأصدقائك لدعمنا وتشجيعنا على الاستمرار في البداية حاب أقول لكم أن اللعب على الآيباد أفضل بكثير من اللعب على الجوال لأن الشاشة الكبيرة راح تفرق معك كثير الآن خليت إعدادات بوب جي على الإعدادات الافتراضية أو ممكن نقول الإعدادات المتوسطة وأداء الآيباد فيها جدا ممتاز والآن خلونا نحول إعدادات اللعبة إلى أعلى شيء اشتركوا في القناة 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 تقريبا جلست لعب لعبات بوب جي نص ساعة والإعدادات خليتها على أعلى شيء ما شعرت بأي تعليق أو حرارة في الآيباد لذلك اللي بيسأل عن أداء آيباد إير 3 في لعبات بوب جي راح أقول له أداء الآيباد فيها قوي جدا والبطارية راح تصمد معك مدة طويلة وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة كان هذا استعراض سريع لأداء آيباد إير 3 في لعبات بوب جي أتمنى تكون الحلقة قد نالت إعجابكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك أتمنى تكون الحلقة قد نالت إير 4 في لعبات بوب جي أتمنى تكون الحلقة قد نالت إير 4 في لعبات بوب جي